ثمن صاحب سمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وليل عهد رئيس مجلس الوزراء عاليا ثقة واعتزازة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بالجهود الوطنية لكافة أعضاء فريق البحرين بالتعامل مع جائحة فيروس كورونا واحتواء تدعياتها منوها بأن الإشادة الملكية السامية تدفع فريق البحرين بكافة كوادره الوطنية المخلصة إلى بدل المزيد من العطاء حرصا ووفاءا وإخلاصا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع وأشار سموه إلى أن الدعم المستمر من المقام السامي لجلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه لأبطال الصفوف الأمامية من الكوادر الطبية والصحية وكافة فرق العمل المساندة والقائمين على الحملة الوطنية للتطعيم شكلت دافع المستمر للتحقيق التقدم المطلوب في الحدي من انتشار جائحة فيروس كورونا وحماية المجتمع من انعكاساتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية لتكون مملكة البحرين كما أرادها دوما جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه في مقدمة الدول بعطاء مخلص من كوادرها الوطنية التي ضربت أروع الأمثلة في الصبر والعزم والجهد المتصل نحو تحقيق الأهداف المرجوة وهنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله المواطنين والمقيمين بحلول عيد الأطحى المبارك دعينا الله جل وعلا بأن يعيده على الجميع بالخير والبركات ودوام الصحة والسعادة سائلا سموه الله عز وجل أن يحفظ جلالة الملك المفدة وينعم عليه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر وأن يحفظ مملكة البحرين وأبناءها في ظل قيادة جلالته وهم ينعمون بالخير والصحة والعافية اشتركوا في القناة